الترند الترند طيب طبعاً الكل بلا استثناء ما فيش حديث يعلو خلال الفترة الحالية إلا على مباراة القمة يوم الجمعة القادم وطبعاً السوشيال ميديا كلها ما بتتكلمش إلا المباراة والنحية الفنية والغيابات والمسحة الطبية وأمور كثيرة جداً لكن في جوزء إيجابي هايز أبدأ بيه فقر الترند الترند الجوزء الإيجابي الحالة اللي عاملها جمهور النادي الأهلي عبر السوشيال ميديا آه الحالة دي طبعاً هيبقى عامل إيجابي وروح معنوية جيدة للفريق والجهاز واللعيبة لكن في نفس الوقت طبعاً لسه عندنا مطبع قوي وعندنا لعيبة إن شاء الله تعمل مباراة كبيرة لكن الجزء المعنوي ده بيفرد في إيه إنك ممكن تعمل هاشتاج يتصدر تويتر سواء محلي أو عالمي من يومين اتعمل هاشتاج وكان فيه أكتر من مليون ومئة ألف تغريدة لدرجة حتى أنه كان داخل من أهم أكبر خمس تغريدات على مستوى العالم هاشتاج النجمة التسعة موسيماني النهاردة تغريدة اللي هم الأهلي بطل إفريقيا طبعاً ده جاي في نفس التوقيت مع سقوط الأمطار والدعوات فجمهور النادي الأهلي ما بيشتغلش على الجزء الإيجابي والجزء المعنوي ومنشغل بفرقته بس لأنه كمان خدوا بالك السوشيال ميديا أنت بتركز مع فرقتك فيه ناس تانية ممكن تستخدم السوشيال ميديا بشكل سلبي وتصدر رسائل سلبية أو كل اللي يهمها أنها تعمل بلبلة للمنافس طبعاً ده مش فربي ليه لكن عموماً فيه ناس بتحب تشتغل على الجزئية دي لكن الحمد لله لإحنا شفناه الفترة الأخيرة من خلال جمهور النادي الأهلي الفعل اللي بيقوم بيه الجمهور أنه يصدر رسالة إيجابية وبتتعامل تغريدات أو هاشتاج بيتعامل بيه شكل إيجابي النهاردة الترند رقم واحد على تويتر وهاشتاج اللهم الأهلي بطل إفريقيا أنا زي ما قلت لكم جاية متزمنة مع سقوط الأمطار النهاردة وقضامكوها على الشاشة ترندنج رقم واحد في مصر اللهم الأهلي بطل إفريقيا طبعاً الرسالة الإيجابية دي بتبقى مهمة جداً وإن شاء الله يكون لها تأثير معنوي على اللعيبة طبعاً ما لقاش علاقة بقى بالنواح الفنية والتاكتيك وشغل المباراة ده جزء تاني لكن الجمهور بيعمل الدور اللي ما نوت به وأنا عايز أشيد بجمهور النادي الآلي إن الحمد لله في هذه المرحلة وفي هذه الفترة ومع المبادرات الطيبة اللي أطلقها وزيري الشباب والرياضة مع كل وسائل الإعلام نبذ التعصب والروح الرياضية وإنها مباراة في النهاية الكسبان مصري جمهور النادي الآلي مشي مع هذا الإطار وكان بيأكد على نبذ التعصب والرسالة الإيجابية اللي ظهرت على السوشيال ميديا دي أكبر دليل لكن في المقابل بقى بتشوف وسائل الإعلام أمور بعيدة تماماً عن المهنية ملهاش علاقة بأبجديات العمل الإعلامي ولا المهني وأنا هعذر لو في حد بيطلع يعمل كده لأنه أولاً مش إعلامي يعني مثلاً أنا مباراة كنت بتكلم على نقطة مهمة جداً مفيش حاجة في الدنيا ولا في الإعلام ولا في الصحافة أنباء عن إصابة كذا لاعب بكورونا ده مش في المهنة أساساً ولا في أبجديات العمل الإعلامي يا عندك معلومة رسمية بمستند رسم تطلع تقول فيه كذا مصاب يا إما تسكت ما تتكلمش ده ألف بيه اللي عايز يشتغل إعلام بضمير لكن مثلاً مباراة وده عمل رد فعلي بقى على السوشيال ميديا عشان في الآخر الناس لما تيجي تقول ليه فيه احتقان في الشارع وليه السوشيال ميديا الناس بتتكلموا فيه تراشق هات المنبع أو هات الأصل هتلاقي مباراة مثلاً الأستاذ أحمد حسام ميدو في برنامجه فجأة بدون سابق انذار يقول لك أنا عندي معلومة بس مش هقولي القسم فيه لعب من النادي الأهلي مسحته إيجابية هرفت منين ومين اللاعب ما تقول وبعدين فيه مسحة رسمية أجرية صباح اليوم إيه السابق أو الإنفراض في ده يعني إيه السابق أو الإنفراض اللي أنت تطلع تقول كذا أو غيرك يطلع يقول كذا بصراحة على مدار أسبوع الواحد بيتفرج وبيشوف حاجات يعني بجد بجد بتؤثر على المشهد العام للإعلام الرياضي في مصر وفي الآخر الناس تقول لك ليه السوشيال بيزا محتقن أو ليه الجمهور في الشارع محتقن والله هي دي الأسباب مش هروح في سكة أصلي لعيب كورة ما نجحش في التدريب وما كانش لعيب عمل إنجازات طيبة فخلاص قال لك أمسك الوراء والألم واطلع وبأي إعلامي للأسف ممكن تكون دي الطريقة اللي ممكن الناس عايزة تشتير بيه أو تكمل شغلها بيه هنا في مصر لكن ده ملوش راقة بالإعلام وأنا بدفع عن المهنة للي دي مهنتي مهنة تخصني مهنة الإعلام دي مهنة رسالة رسالة سامية اللي بيمسك مايك أو اللي في إيده ألم لازم يعرف لما يقول معلومة يبقى وثق منها مليون في المية وفي أحيانا فيه معلومات بتبقى معلومات مؤكدة موسقة بس بتختاري التوقيت المناسب خاصة لما بيكون لها علاقة بالأمر الطبي فبالتالي اللي تقالي مبارح من الأستاذ أحمد حسان ميدو عاري تماما من الصحة وغير صحيح بدليل إن لغاية اللحظة دي الكل مستني نتاج المسحة الطبية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هل تتخيلوا ما لو واحد وثق من معلومة مش هيستنى مسحة رسمية خلاص ما هو عنده معلومة من مبارح إلا هيجد مثلا في مسحة في خلال 24 ساعة غير إنه هو أي كلامه هاري وخلاص يا جماعة رفقا بالإعلام لأن اللي بيبثل الإعلام لازم يكون إعلامي اللي بيفشل في التدريب أو في الكورة مالوش علاقة بالشاشة لأن الشاشة دي تأثيرها كبير جدا على الشارع وعلى الوسط الكلمة اللي بتطلع مننا أمانة فلازم نكون حرسين على الكلمة وأهمية الكلمة قدام الرأي العام الرياضي في مصر الناس كلها بتتبعنا وعلى مدار حوالي أربع خمس مباريات اتعاملت مساحات طبية لكل المباريات الإفريقية إيه حالة البلبلة اللي ظهرت الفترة الأخيرة وكل واحد عايزة تصابق بمعلومة والله بنسبة مليون في المياه غير صحيحة إيه فكرة إنه نحن نركب الترند بأخبار غير صحيحة ما تطلع تقول معلومة وتركب الترند بس تتبقى أي المعلومة صح؟ يعني أنا أقول لك معلومة صح لو عايز تتعلم إعلام هل المسحة الطبية؟ أهديكم بقى معلومة جديدة وده متعلق بلايحة البطولة الإفريقية المسلم اللي جاي هل المسحة الطبية اللي اتعاملت النهاردة هل لازم نتيجة تطلع النهاردة؟ خدوا بالكم من الكلام اللي جاي ده عشان المسلم اللي جاي عيبقى فيه كلام كتير قوي فخدوا بالكم من المعلومة اللي جاي ممكن معلومة زي دي مهمة تركب الترند لكن مش أي كلام وأي كلام فاضي يتقال هل المسحة الطبية اللي اتعاملت النهاردة ضروري تطلع النهاردة؟ لا مش ضروري ممكن تطلع بكرة ولكن ضروري تطلع قبل موعد المباراة ساعتين تمام؟ لو فريق عمل مسحة طبية وعنده مباراة بعد 48 ساعة دي المسحة الرسمية اللي بتتم من خلال إشراف الاتحاد الإفريقي أهم شيء في هذه المسحة نتيجتها تعلن بشكل رسمي للأطراف المعنية مش بقولي الإعلام للأطراف المعنية قبل انطلاق المباراة ساعتين يعني مباراة جمعة وعملت المسحة اللي أربع الناس من الساعة أربعة بتتكلم عن المسحة ممكن ما تطلعش النهاردة ممكن ما تطلعش بقر لكن ضروري تختر بيها الأطراف المعنية قبل المباراة ساعتين دي المعلومات اللي انت ممكن تقولها للرأي العام الناس تفهم عشان ما يكونش فيه بلبلة لكن نركب الترند بكلام غير مسؤول عيب عيب وما ينفعش والكلام ده مش على الأهل بس ده على الأهل وعى الزمالك وعلى أي نادي لأن احنا بنتكلم في حالة طبية وحالة صحية لبني آدم بينتمي لأسرة وما فيش نادي في الدنيا عيب عنده مصلحة ان يكون عنده لاعب عنده كورونا ويحطه في المعسكر وموجود في التدريبات نشتغل علينا شوية ونشتغل صح نفصل في التدريب لكن في الإعلام ما فيهاش هزار الكلمة مسؤولية طيب الحاجة التانية الاجتماع الأمن